وسط مخاوف من انتشاره هناك تأهب دولي بين العلماء للوقوف على معرفة مدى فاعلية بي اي تو اي تي سيكس هذا احدى المتغيرات الفرعية من فيروس كورونا المتحور الجديد الملقب ببيرولا يحتوي على اكثر من ثلاثين تغيرا في الاحماض الامينية في البروتين الشوكي سبايك مقارنة مع سلفه الاقرب بي اي تو المسمى اوميكرون ويؤدي سبايك هنا دورا اساسيا في دخول الفيروس لخلايا الانسان منظمة الصحة العالمية قالت ان المتحور الجديد يشابه الطفرة التي ادت الى ظهور متحول اوميكرون الخميس الماضي صنفت الصحة العالمية ايضا بي اي تو سكس او ايت سكس متغيرا قيد المراقبة نظرا للعدد الكبير من الطفرات التي يحملها حاليا ابلغا عن ستة تسلسلات من المتحور الجديد او تم الابلاغ عن هذه الستة من المتحور الجديد في اربع دول لكن علماء الاوبئة قلقونا من ان يكون ذلك اكثر بكثير ووفقا لهذه التطورات اشارت المراكز الامريكية لمكافحة الامراض والوقاية انها تراقب عن كثب المتحور الجديد باعتبار ان السلالة المتحورة هي ابرز سلالة سارس كوفي 2 في العالم منذ ظهور اوميكرون من جانبها قالت مديرة المركز او المراكز الامريكية لمكافحة الامراض والوقاية ان المتحور الجديد لا ينبغي ان يكون مدعاة قلق واكدت في تصريحات للسين ان 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 المركز يتتبع المتحور الجديد والذي لديه طفرات تجعله متميز عن السلالات الاخرى المنتشرة اما وكالة الامن الصحية البريطانية قالت ان ظهور المتحور الجديد في اربعة بلدان مختلفة لدى اشخاص ليس لديهم تاريخ سفر حديث يشير الى وجود انتقال دولي راسخ وحسب الوكالة فان التسلسلات التي تم العثور عليها متشابهة جدا مع بعضها البعض مما قد هذا يشير الى انها ظهرت مؤخرا وتنتشر بسرعة واكدت منظمة الصحة العالمية انه بين السابع عشر من يوليو والثالث عشر من اغسطس سجلت اكثر من مليون واربعمائة الف اصابة جديدة بكوفيد ناينتين واكثر من ثلاثة وعشرين حالة وفاه لمتابعة المزيد من الاخبار والبرامج والقصص الانسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الاعجاب وتفعيل جرس التنبيهات